بينما كان يقوم بتصحيح واجبات الطلاب في كتبهم الدراسية نشر أحد المعلمين صوراً من كتاب مدرسي لأحد طلابه بعد أن وقف متأثراً بما قال يقول المعلم الذي نشر هذه الصور وأنا أصحح الواجبات استوقفني هذا الطالب يدعي لوالدته المتوفى وهو يحل واجباته طبعاً عبد العزيز كان عنوان الدرس في هذا الكتاب مكانة الأم وكما نشاهد في هذه الصور التي وثقها ونشرها هذا المعلم وحنا نشوف إياك هذه الصورة التي شاهدناها وتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي وحنا نقرأ الآن أذكر ثلاثة من الأعمال التي تبر بها أمك واكتشف أن هذا الطالب متوفي أمه وشاهدنا منها زيارتها في المقابر والدعاء لها وهذا بالتأكيد من البر والبر المستمر وشاهدنا حتى التعديل على عنوان الدرس بإضافة كلمة المتوفية بعد مكانة الأم رحمها الله ونستغل هذا المنبر وتداول هذا الخبر أيضاً بأن نترحم على والدة هذا الطالب نسأل الله أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة اللهم أمين عبد العزيز وكذلك دور المعلمين في هذا الجانب يجب أن يكون موجود شكراً